ومن العاصمة باريس إلى العاصمة أنجمينة حيث استقبل رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير رئيس المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد في أفريقيا والذي جاء إلى البلاد للتعبير عن شكره للسلطات الشادية على دعمها له لتولي رئاسة المجلس وللتعريف بدور المجلس في مكافحة الفساد في الدول الأفريقية خالد موسى الحدش بفضل الدبلوماسية الشادية النشطة فقد تبوأ أحد الكوادر الشادية رئاسة المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد التابع للاتحاد الأفريقي إنه بيغوتوم ياروم الذي جاء لمقابلة رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير وذلك بهدف التعبير عن شكره وامتنانه إلى رئيس الوزراء وعبره إلى فخامة رئيس الجمهورية والشعب الشادي على الدعم والثقة الذين بفضلهما أصبح رئيسا لهذا الجهاز المهم في الاتحاد الأفريقي وخلال المقابلة شاد بيغوتوم ياروم بالدبلوماسية الشادية وحضورها على المشهد الإقليمي والدولي قبل أن يتطرق إلى التعريف بالمجلس الاستشاري والمهم الموكل إليه رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير قال إنه مدرك للمهمة الصعبة التي تنتظر بيغوتوم ياروم على رأس هذا الجهاز مؤكدا التزامه الشخصي والتزام حكومته من أجل نجاح مهمته خلال فترة رئاسته للمجلس بيغوتوم ياروم وفي نهاية المقابلة بيّن الهدف من المقابلة وهو تقريم الشكر والإشادة بالدبلوماسية الشادية إلى جانب التعريف بالمجلس الاستشاري الذي لا يعرفه الكثيرون ليس فقط على مستوى شاد وإنما على مستوى القارة ككل كما تحدث عن التحديات الجسام التي تنتظره على رأس هذا الجهاز نشير إلى أن بيغوتوم ياروم قد تم ترشيحه من قبل شاد في عضوية المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ومن ثم انتخب عضوا في المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفسادة قبل أن يتم تعيينه رئيسا لهذا المجلس في يوليو الماضي ولمدة عامين قام وزير استصلاح الأراضي وتنمية السكن واتمد بزيارة إلى الشباك الموحد للشؤون العقارية بهدف معرفة سير العمل وهي المؤسسة الخاصة بتسهيل الإجراءات الخاصة وإصدار الوسائق والسندات الرسمية للأراضي والمنازل السكنية التفاصيل لدى محمد حسن آدم تأتي زيارة وزير استصلاح الأراضي وتنمية السكن والتمد نابول بين دم إلى الشباك الموحد للشؤون الأقارية والملكية بهدف معرفة سير العمل وكذا تشجيع الأمال للمضي قدما وتحقيق أهداف الوزارة الرامية إلى تسهيل عملية الحصول على الأراضي والبيوت السكنية للسكان وإصدار المستندات الرسمية حيث تفقد الوزير والوفد المرافق له جميع الأقصام التابعة للشباك الموحدة بدعا بقسم الاستقبال وإصدار المستندات فقسم الإعلام والتوجيح إلى جانب قسم الأرشيف وحفظ البيانات والمعلومات إلكترونيا كما استمع الوزير إلى شروح مفصلة حول سير العمل والإجراءات الخاصة بإصدار المستندات والوسائق السبوتية للبيوت الوزير بول بيندوم من جهته أشاد بجهود العاملين في الشباك الموحدة مضيفا بأن الوزارة قد ودعت استراتيجية جديدة لتعزيز العمل من أجل تنمية السكن والتمدن على مستوى المدن وأقاليم البلاد كما طلب من جميع الإداريين والفنيين تنصيق العمل لرفع التحديات ومواكبة العصر الحديث مع الأخذ بعين لاعتبار التنمية الحضرية افتتح صباح اليوم وزير تدريب المهني آدم دنجاي نكور أعمال الورشة التدريبية لرفع الكفاءات بدعم من البرنامج التنمية المحلية والدعم المالي الشامل في شاد سعيد أحمد والمزيد دعم الحكومة التادية في خطاها الرصينة نحو التنمية ومكافحة البطالة التي يتولد منها الإجرام بجميع أنواعه بما في ذلك الإرهاب والنصب والإحتيال وإيجاد سبل كفيلة بتنمية قدرات الشباب وإعطائهم الأمل في الحياة والإنتاج والتقدم كل تلك الأسباب هي المغزى من هذه الورشة التي نظمتها وزارة التدريب المهني وذلك من أجل تصميم وتوحيد برنامج الكفاءة ممثل برنامج التنمية المحلية والدعم الشامل في تشاد لوسيان فيدلتولو قال نحن نشجع وندعم مثل هذه الخطوات التي من شأنها رفع الكفاءات خاصة في الوقت الراهن الذي تعيشه البلاد متمنيا عملا موفقا للجميع أما وزير التدريب المهني آدم دانغاين كورغيد قال إن بلادنا في هذه الأيام في أمس الحاجة لأبنائها أكثر من أي وقت مضى فقد أعطانا الوطن شرف الانتماء إلى هذه الأرض الطاهرة التي لا ينبغي علينا تركها تتعثر سواء من الداخل أو من الخارج مشددا على ضرورة دعم خطى رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو هذه الورشة تستهدف العشرات من المشاركين وستستمر من الثامن حتى الرابع عشر من الشهر الجاري